نبدأ بقى في أول سؤال بسأله لك ومش عارفة هتتفق معي فيه ولا لأ هل الحب الحقيقي هو الحب اللي بيستمر؟ نعم أم لا؟ الحب الحقيقي بيستمر بس في بعض العوامل وفيه ساعات كثير بتبقى مؤثرات خارجية بتخلي إن الحب ده يقل شوية أو حاجات بتخليك تحسي بفوتور لكن بيكون الحب موجود لكن إحنا عايزينه دايماً يبقى ظاهر أو دايماً عندنا توقعات إنه هو لو ما بقاش الحب زي أول يوم عرفنا بعض فيه أو الفترة الأولنية بقى ده مش حب لأ الحب بيستمر بس إحنا عايزين نزبط الدنيا كده شوية هل الحب الحقيقي هو الحب اللي بيتوج بالزواج؟ نعم أم لا؟ لا مش شرط إنه يتوج بالزواج لأنه فيه ظروف كثير ممكن تمنع الحب الحقيقي إنه يستمر وفيه ظروف قدرية فيه ظروف عقلية فيه حاجات بتحصل أحداث بتحصل في حياتنا بتخلي إن الحب ده يقطع بحاجة أو بظروف مختلفة نعم وهنا بدأنا بقى إيه في الاختلاف بس الاختلاف لا يمنع للحب قدرية طبعاً إنتي حبيبتك ولا إيه اللي أنا بقوله ده الاختلاف لا يمنع للود لكن اللي أنا عايز أقوله يعني في قناتي إن حب زي ما تحب قبل الجواز لو ما تجوزتهاش تبقى الدول ما كانوش حب يعني ده قناعتي إن مراتك اللي في إيدك دلوقتي هي دي حبيبتك وإنتي كزي طبعاً ما تعيشيش على أثر إن أنا حبيت زمان مش عارفة مين وإنتي متجوزة لا خلاص ده ما كانش حب ركزي إن جوزك هو حبيبك المقصود باللي قلته إن مش شرط إن الحب الحقيقي اللي لم يتوج بالزواج إنه ما يكونش حقيقي فيه ناس بيحصل لها ظروف فيه مشاكل عائلية فيه أهل بيرفضوا زوج يعني أنت تقصودي إنه لو جوزت تاني ده كده معناها إنها قدرت تحب تاني مش راه ما قصدك قولي لو قصة حب وفشلت لأي أسباب وانجوزت الست دي أو الراجل ده جوز اللي حب ده حب تاني يعني إذن الحب ممكن يبقى أكتر من حب ممكن في حياتنا نحب أكتر من مرة طبعا طبعا ممكن نحب أكتر من مرة عادي جدا وده تاني اختلاف بيني وبين أنت النهاردة البداية مش حالة لا إحنا بنختلف عادي جدا ومع المشاهدين وإنتوا تقدروا تتواصلوا معنا باتصالات أو عن طريق صفحة من القلب لقلب على الفيس بوك وتقولوا لنا برضو إنتوا رأيكم إيه أنا شخصيا عن نفسي شايفة أن الحب الحقيقي في حياة الإنسان الحب مبين زوجين هو حب مرة واحدة هو حب الزوجين وهو ده اللي بيستمر لو استمر يبقى ده كان حب ما استمرش وتطلقوا أو انفصلوا أو 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 يبقى ما كانش حب حقيقي وتبحث عن الحب الحقيقي في زوج تاني في حياة تانية